موسيقى فوائد البقدونس المغلي كنز من الفوائد الصحية التي لا تحصى نبات البقدونس هو من النباتات ذات الفائدة العظيمة والتي تخفى على الكثير من الناس فقد وجدت آثار لبذور الكتان في المقابرة الفرعونية مما يدل على اكتشافهم لفوائدهم منذ القدم واستخدامه في علاج الأمراض المختلفة يحتوي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين سي حتى بنسبة فوق نسبته في الليمون كما أنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B وفيتامين B2 وفيتامين B3 وفيتامين B6 وعنصر الحديد ومادة الكروفيل والكثير من الزيوت الطيورة مثل مركب الأبيول ومركب المير سيتسين وفيروكو مارين فلافونيدات وحمض الفوليك والموايدة المضادة للأكسدة يساعد البقدونس في زيادة قدرة الجسم على انتصاص الحديد من الأطعمة وتحسين مستويات السكر في الدم ويعمل كمطهر للجسم من الفيروسات والجراثيم وبالتالي زيادة حيوية الجسم ونشاطه ويعمل على تنشيط الذاكرة كما يمكن استخدامه كمعطر للفم والتخلص من الروائح الكريهة ويمكن استخدامه كفاتح للشهية لمن يعانون من عدم الرغبة في تناول الطعام يمكن الحصول على فوائد البقدونس من خلال تناوله بصورته الطبيعية او استخدامه كدهن موضعي او يمكن تناول منقوعه او مغليه كما انه يمكن الاستفادة من الزيت المستخرج منه فوائد دمغلية البقدونس يفيد للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون ولكن يجب تعويض السوائل باستمرر في حالة تم استخدامه كمشروب رئيسي في الحمية لانه مدر للباول حماية القلب والمحافظة على صحته وذلك بسبب غناء بحمض الفليك الذي يحول مادة الهوموسيستين الضارة الى جزيئات صغيرة غير ضارة بالقلب والاوعية الدموية والعمل على تقوية الشعيرات الدموية يقوم بدوره المنظم لنزول الدورة الشهرية عند المرأة والتخفيف من الامها وعرضها المزعجة يستخدم في التخلص من حص الكلا ويمنع من تكونها فهو مدر للباول مما يطرد السموة بشكل مباشر وسرعة ويمنع من تجمع الموايدة الضارة مثل اليوريا كما انه يقوم بتطهير المسالك البولية ويمنع حدوث الالتهابات فيها يعمل على تحسين عملية الهضم في المعدة ويحارب الامساك والاضطرابات المعدية يمكن صنع عجينة من مغلي الباقدونس واستخدامها على الشعر من اجل تغذيته وزيرة قوته ولمعينه يمكن استخدام مغلي الباقدونس بعد تبريده كغسول للوجه فالباقدونس مفيد في تنقية البشرة وتزويدها بعناصر فيتامين سي الضروري لتجددها ونموها واصلاح التالف منها والتخلص من حب الشباب وآثورة ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون والقليل من الخل مع مغلي الباقدونس والاحتفاظ به في زجاجة واستخدامه بشكل يومي يفيد في مقاومة السرطانات بسبب احتوائه على المادة المؤكسدة ومركب الميرت سيستين الذي يمنع نمو الأورام ويقضي عليها أتمنى من الله تعالى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل إيقونة الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة وجزاكم الله كل خير